اشتركوا في القناة نحلوهم في زوج من باب الفائدة ومن باب حتى التلاميذ يسفادوا اكثر تمني الاول تضخ مضخة 5624 لتر من الماء في الساعة الواحدة فتحت لمدة خمس ساعات كاملة داخل خزان ثم افرغ الخزان باستعمال مضخة اخرى تضخ 6870 لتر في الساعة شغلت لمدة ثلاث ساعات كاملة باستعمال لمسات الذاكرة الحاسبة احسب كمية الماء المتبقية في الخزان تحتاج الى تركيز تحتاج الى تركيز عنها نحسب كمية الماء اللي كانت موجودة في نحسب كمية الماء الموجودة في الخزان اولاً ليه هي 5624 في الساعة معنا نضربها في خمسة 5624 5624 في خمسة خمسة الاف خمسة الاف خمسة الاف وستمية وربعة وعشرين ستمية وربعة وعشرين نضربها في خمسة لأنه خمس ساعات هذه كمية الماء اللي راي موجودة في الخزان كامل ثمانية وعشرين الف ومية وعشرين لتر نضربها في الذاكرة طيب الآن افرغ منه 6870 لتر في الساعة الواحدة لمدة ثلاث ساعة معناها 6870 في ثلاثة 6870 في ثلاثة معناها افرغ منه 20610 شعال بقات هذه نقصها من اللولة نضربها نقص ام نضغط على امر سي بنشوف نتيجة اشعال معناها بقي فيه 7510 لتر من الماء الجواب كمية الباء المتبقية في الخزان 7510 لتر من الماء عملية ثانية قالت انايس في مدرستنا 16 فوج ترباويا في كل فوج 28 تلميذ في نهاية السنة انتقلت الى المتوسطة ثلاث افواج اكتب برنامج حساب باستعمال لمسات الحاسبة لمعرفة كم اصبح عدد التلميذ في المدرسة كم اصبح عدد التلميذ في المدرسة بعد الانتقال التلميذ ل 16 فوج انتقل الى المتوسطة ثلاث افواج معناها نحسب عدد التلميذ الكلي الان عدنا 16 فوج في كل فوج 28 معنا 28 في 16 20 في 16 عدد التلميذ الكلي 20 في 16 سوي 444 هذا عدد التلميذ الكلي في المدرسة نديره في الذاكرة عندي 448 تلميذ طيب انتقلت المتوسطة ثلاث افواج اه الان نشوف ثلاث افواج شعال فيهم معناه ثلاث افواج هي 28 28 28 ثلاث مرات 28 في ثلاثة 28 في ثلاثة 84 هذه 84 انقصها من العدد الكلي لراف الذاكرة ندير ناقص ام استظارنا في جاب ام ارسي 364 معناه عدد التلميذ الذي بقي في المدرسة هو 364 تلميذ سهلا ثالثا وصلت باخرة الى ميناء بيجاية محملة ب14 حاوي 14 حاوية في كل حاوية كمية من الموز وكمية من التفاح الموز والتفاح يقدر وزنها الموز والتفاح في فيز جمعة بعض 14460 كيلوغرام وفرغت منها سبع حاويات جبنا 14 وفرغنا سبعة تحتوي على 820 كيلوغرام من الموز 9455 كيلوغرام من التفاح ثم وصلت وصلت ابحارها نحو ميناء الجزائر العاصمة لافراغ باقي الحمولة باستعمال اقل عدد من نمسة الحاسبة احسب وزن حمولة الباخرة عند مغارة دارتها ميناء بجاية تحتاج الى تركيز هذي ثالث طيب نحسب الوزن الذي افرغ مع بعض وما رمم سيبارينهم الموز وحده وتفاح وحده نديرو 12460 زائد 9400 أو لا كل كمية من الموز وكمية من تقدر به لا لا محملة بـ 14 حوال في كل واحدة كمية من الموز وكمية من التفاح يقدر وزنها معناها هذه في 14 معناها هذه نرافية 14 بنصيب الحمولة الكلية 14 حاوية ايه اوف معناها 12460 12400 12000 وربعمية وستين هذا الوزن تحمولة وحدة احنا عدنا 14 اذا نضربها في 14 في 14 تساوي تساوي 1744440 كيلوغرام هذا وزن الحاوية الـ 14 كامل ايه والله وزن الحاوية كامل 14 طيب افرغت منها 7 حاوية تحتوي على 820 كيلوغرام من الموز و 9554 كيلوغرام من التفاح معناها الوزن تا 7 حاوية وزن تا 7 حاوية نجمع هذا في هذا في 7 الوزن الاجمالي رأي عندي الوزن الاجمالي رأي عندي نضروه في الذاكيرة طيب الآن 820 زائد 9800 820 اللي هو موز 9455 زائد 9455 تساوي هذه نضربها في 7 أنه 7 حاوية حاوية طيب هذا هو الوزن تا 7 حاوية الذي افرغ هذا الوزن تا 7 حاوية النقص من الوزن الأول اللي رأي في الذاكرة ندير ناقص استدهار ناتجة كلية الوزن الذي بقي في الباخرة عند مغادرتها هو 102 1515 كيلوغرام صحيحة هذه هذه ناتجة النهائية وزن الباخرة عند مغادرتها 102 515 كيلوغرام الروح الأبحث باستعمال لمسات الذاكرة واللمساتين في وتساوي انطلاقا من العدد 15 الذي بإمكانك استعماله عدة مرات اكتب برنامج حساب يمكنك من الحصول على النتيجة 6000 هنا تكرار الضغط هنا فقط تكرار الضغط هذه سهلة شرحناها أنا شرحناها في الدرس عندنا 15 15 زائد M رأي في الذاكرة بعد زائد M زائد M 14 مرة نديره 14 مرة نشوفوش هل تخرجنا هذه استظهار النتيجة ها ندير زائد M تكرار الضغط حتى تحصل على العدد ها ها نحوسه إلى 631 6311 1110 ها 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 هاي تكبر المهم تكرار 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 الضغط تكرار الضغط ولا تستعمل تساوي 15 مثلا نديره 15 في 15 لاحظة 15 في 15 في 15 مرة ثالثة في 15 مرة ثالثة ندير زائد M طيب ونبعد في 15 زائد M في 15 زائد M زائد M الآن في 14 تزاوي نفس العدد نفس العدد اللي رام يحوسوا عليه ها 831 ومائتين وخمسون طيب نرى خطأ مطبعي شكيت خطأ مطبعي لا خطأ مطبعي لاحظ معي عزيزي التلميذ هنا شو شرم كاتبين وهنا شو شرم كاتبين ومرام يحوسوا على هذا 10 ملايين وستم مئة ووحد وثلاثون ألف ومائتين وخمسون هنا الصفر جاي منا رصالي خطأ مطبعي لا أسر لكم شخطأ المهم الحل بتكرار الضغط على تساوي أو على زائد M أو MRC نقول في الدرس لما تضغط مرتين يضاعف العدد طيب نروح الآلة الحاسبة رقم 2 آلة الحاسبة رقم 2 نفس الشي في كتاب النشاطات تاب النشاطات السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني طيب الآلة الحاسبة رقم 2 موش محذوفة موش محذوف كي لعن بلونا محذوف لا موش محذوف أتمرن باستعمال الآلة الحاسبة أوجد حاصل وباقي كل عملية قسمة 128 تقسيم تسعة عشر حاصل القسمة الصحيح ستة والباقي أربعة عشر الباقي كيفاش نصيبه قلنا يساوي المقسوم ناقص حاصل القسمة الصحيح في المقسوم عليه كتبناها في الدرس 365 تقسيم 24 حاصل القسمة الصحيح 15 الباقي 5 1241 تقسيم 63 حاصل القسمة الصحيح 19 والباقي 44 هنا 4257 تقسيم 85 حاصل القسمة الصحيح 50 هي بلا شكل حاصل القسمة 50 فاصل لكن حاصل القسمة الصحيح هو 50 فقط والباقي 7 فقالنا الباقي هنا 7 تأكد من صحة المعلومات المستعملة في الحاسبة باستعمال الحاسبة أنتجت ملبنة 8546 حبة جبن عبئت في علب تحتوي على كل واحد منها 24 قطعة فامتلأت بذلك 356 علبة وبقية 10 قطع لم توظب داخل العلبة نقسم 8800 و 8546 على 356 قسمة نتأكد كيف نتأكد نحن الباقي قال لك بقيت 10 الباقي 356 زائد 10 356 زائد 10 لا لا من دير ندير 356 في 24 وستة وخمسين في انتجت ملبنا ثمن لا لا نحسبه عدد القطع ايه ثمية وستة وخمسين في ربعة وعشرين ثمية وستة وخمسين في ربعة وعشرين ايه في ربعة وعشرين ثمين الاف وخمسمية وربعة وربعين زائد عشر القطع الباقية ها ثمين الاف وخمسمية وربعة وخمسين خليت تجلي اذا المعلومات المقدمة خاطئة المعلومات المقدمة خاطئة الباقي ليس عشر احنا ما يخرج عشر الباقي المعلومات المقدمة في هذا التمرين هي خاطئة ام خاطئين في الباقي ولا في النتيجة اذا هنا خطأ المعلومات المقدمة خطأ تأكد مساحة المعلومات المعلومات خطأ روحة ثمين ثالث استعمل الحاسبة لإيجاد الحل بحلول شهر رمضان وزعت جمعية خيرية الف وربعمية وستين علبة من العجائن الغذائية بالتساوي على تسعة وتسعين عائلة معوزة بحيث ستحصل كل عائلة على نفس العدد من العلب الكاملة اوجد عدد العلب التي يجب اضافتها لما تبقى من هذا التقسيم لتستفيد عائلة اضافية من نفس كمية العجائن نقسم ألف وربعمية وستين على تسعة وتسعين ايو والله نقسم ألف وربعمية وستين تقسيم تسعة وتسعون ربعتاش فاصل أربعة عشر فاصل سبعة وسبعين معنى عدد العائلة التي تستفيدها ربعتاش نشوف الباقي شعال الآن باش نحرفه الباقي شعال باش نقدره نزيده الباقي كيفاش نصيبه قلنا اللي هو المقسوم ألف وربعمية وستين ألف وربعمية وستين نديروه في الذاكيرة أربعتاش فتسع وتسعين حاصل قسم الصحيح اللي هو أربعتاش فتسع وتسعين هذا النقسوه من المقسوم اللي درناه في الذاكيرة أم أرسي ربعوه مقاتنا ربعة وسبعين معنى ربعة وسبعين شعال نزيدو الهبة واللي تسع وتسعين تسع وتسعين ناقص ربعة وسبعين تسع وتسعين ناقص ربعة وسبعين خمسة وعشرين معنى تنقصنا خمسة وعشرين علبة أوجد عدد علبة التي يجب إضافتها لما تبقي من هذا التقسيم تستفيدها إلى إضافية من نفس خمسة وعشرين نحتاج إلى خمسة وعشرين علبة نضيفها خمسة وعشرون علبة نحتاج إلى خمسة وعشرين علبة طيب نروح الأبحث يشتعل مصنع لتركيب البواخر الصيد أحد عشر شهرا 11 شهر في السنة الواحدة ويكون في عطلة كل شهر أود يشتغل المصنع خمس أيام في الأسبوع ويستغرق تركيب الباخر الواحدة خمسة وعشرين يوم باستعمال الأحاسب أحسب عدد البواخر التي تنتجها الورشة سنويا ما هو عدد الأيام الإضافية اللازمة لتركيب باخرة إضافية طيب عدد الأيام السنة عدد الأيام السنة طيب هما يخدموا 11 شهر ويخدموا خمس أيام فقط خمس أيام في الأسبوع معنى خمسة ما نحسب عدد الأيام ولا عدد الأسابيع كما نحب وما يخدموا خمس أيام في الشهر خمس أيام في الشهر خمسة معناه خمسة نضرب خمسة في حداش خمسة وخمسين يوم سنويا معنى يشتغلوا خمسة يشتغل مثلا خمسة أيام في الأسبوع يشتغل تركيب الباخرة الواحدة خمسة وعشرين يوم نحسبوا الأيام خير معنى خمسة في حداش خمسة وخمسين هاي والله خمسة وخمسون خمسة وخمسين هما يشتغلوا خمسة وعشرين باخرة يوميا باخرة خمسة وعشرين يوم معنى باخرة الواحدة خمسة وعشرين واحدة فالخمسة وعشرين يوم معنى خمسة وخمسين تقسيم خمسة وعشرين تقسيم خمسة وعشرين اثنين فاصل معناه يصنعوا اثنين باقراتين في السنة. هنا غالطين. طيب هما يخ خمسة ايام في الاسبوع. خمسة ايام في الاسبوع. ايه تعالى الشهر ياني نضربوها في احداش. خمسة في الاسبوع. معناه في الشهر اشعال. خمسة اسبوع خمسة. خمسة عشرة. خمسة عشر. عشرون في الشهر. عشرون يوم. عشرون في احدى عشر. ايه والله. ها كان دروها. عشرون في احدى عشر. عشرون في احدى عشر. مئتين وعشرون يوم. معناه يشتغلون. اشتغلون. مئتين وعشرون يوم في احد عشر. في احد عشر شهر. طيب. مئتين وعشرون تقسيم خمسة وعشرون. ثمانية فاصل. معناه. عدد البواخر التي تنتجها الورشة سانويا. هو ثمانية. والباقي ثمانية. معناه. الباقي ثمانية. لا لا. الباقيين حسب الباقي. الان نشعل. نقسمنا. مئتين وعشرين. ايه. اذا مئتين وعشرين ندروها في الذاكيرا. حاصل القسم الصحيح هو ثمانية في خمسة وعشرون. مئتين ناقص لرافذ ذاكيرا. معناه عشرون. كمعدد الايام الاضافية اللازمة لتركيب باخرة واحدة خمسة ايام. يحتاجون الى خمسة ايام. خمسة ايام. المهم. نحسب عدد الايام اللي يخدمه في السانة. وبعد نحسب عدد الايام الاجمالي. ونقسمه على خمسة وعشرين. يحتاجون الى خمسة ايام. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو. كذلك الاشتراك في قناة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اهل وصحبها اجمعين. اشتركوا في القناة.